اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ينافقه ليسلم من شره او يصيب من خيره هم يحنوا بعضهم على بعض ويحمل غنيهم فقيرهم فقد استوى ابو بكر وعثمان ومصعب ابن عمير وابو حذيفة ابن عتبة مع بلال وصحيب وسالم مولى ابي حذيفة اما نحن فهذا شريف وهذا وضيع وحتى الشريف فهو عندهم درجات ومنازل فكيف يفلح هؤلاء واليوم رأيتهم يضربون ابن ام عبد ضربا مبرحا وهو الضعيف الذي ليس له عشيرة تحميه وقد غادهم يتلو من قرآن محمد وسمعت تلاوته يا اخي انصرفت عنهم لا اكون معهم في مثل هذا ولكنك تضرب كما يضربون لان ضربت فاني اضرب من قوم الذين لي عليهم سلطان ولا اخص الضعيف دون القوي ولا اعمد الى من لا عشيرة له فاستخوي عليه ويحى محمد ما احدث فينا هو ذاك محمد اليه يرجع هذا الامر كله وما جره علينا من مصائب لو اددت لو اذهب اليه فاخترطه بالسيف ثم انضي الى بني هاشم فاعطيهم بيدي ليقتلوني به رجل برجل ثم تعود مكة لما كانت عليه ما انت بالذي يفعل هذا يا اخي تصيب دما زكيا بغير نفس لم يرمك بحصات ولا رفع عليك عصى ولا قهرك بكلمة دم رجلين اهون من دماء الجماع اجعلها فداء قومي اطرد هذا من خاطرك يا عمر والله ما نظرت يوما الى اني اكبر منك سنا وقدمتك على نفسي والتحقيق بذلك لست اتملقك فانصت الي الآن فقط اذكر اني اسن منك ولي عليك حق اني اعيدك يا عمر اعيدك ان تستمع لهذه الوساوس فتكون اشق الناس ولقد ذكرت اخلاق محمد واصحابه فصدقت وانصفت فاقم على سجيتك فانها تهديك الى الصواب يقاربه ثم لا يسدد الى متى محمد عند الكعبة يصل صلاته بين اظهركم وأبو بكر يتفودونه وأنتم جالسون في ناديكم ارجعوا ارجعوا راشدين اتعتدون على رجل يقول ربي الله وما يلبث بن هاشم ان يتسامعوا بعملكم فتكون مذبحة صدقت مر صاحبك اذا ان يخرج ولا يؤدينا بمشهدي ما كنت لامره وهو رسول الله يأتينا بامر السماء فنقول سمعنا وعطعنا اذا فانت اولا ما افسد احد ابناءنا وعبيدنا مثل ما افسدهم ولتدعو علينا دين ما فعل السفهاء بولدي والله انه لربيع اليتام والايام والمساكين ومعرفة تيم ابر ولا ارحم منه فكيف يصنعون به هذا كيف لنصنعنا بهم اشد مما صنعوا به تكلم يا ولدي قل شيئا ما تكلم اني لا اراه يتكلم منذ جاوبه ونحن في اخر نهار اخشى اخشى ها هو يحرك شفتيه تكلم يا بوني قل ما فعل رسول الله نحن في شأنك وانت تسأل عن محمد ما شأن هنا به انما ننتصر لك دون غيرك للدم والرحم خرجوا خرجوا عني اخ امو الخير انظري عن تسقيه او تطعجنيه شيئا اه ما فعل رسول الله والله ما لي علم بصاحبك اذهبي الى امي جميلا بنتي الخطاب لماذا افعل ان ابني يا ابا بكر يسألك عن محمد ابن عبد الله ما اعرف ابا بكر ولا محمد ابن عبد الله ان كنت تحبينا ان اذهب معك الى ابنك فعلت والله ان قوما نالوا هذا منك لا اهل فسق وكفر واني لارجو ان ينتقم الله لك منهم وانت على دين محمد فما فعل رسول الله هذه امك تسمع فلا شيء منك منها رسول الله صالح سالم واين هو في داري الارقام فان لله علي ان لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا او اتي رسول الله اسبر يا ابا بكر حتى يسكن الناس وتهدأ الرجل ثم نخرج بك ويكون قد سكن عنك بعض ما انت فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ابعه شكراً لكم أمه أمه إلي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أمه إلي فعلتها يا أبتي فعلتها وأنت أعقل القوم وأرشدهم أمغرك أبو جهل الخبيث فأحببت عن تجارية أمسك لسانك عن أبيك أيها الصابة لا أنا أبر بأبي منك إذا أدعوه إلى الهدى والرشاد وأنت تظرينه على الباطل وما يطعن في مرؤته أبو بكر أبو بكر يا أبتي عفوا الناس لساناً وأحسنهم خلقاً وأرقوهم فؤاداً تنزل عليه بن عليك حتى لم نعد نعرف وجهه وأنا أسمع أصحابي يقولون ما فعل به الفاصق عطبة ألا قطع الله ألشنتهم وذهب الله بسمعك استسمعهم يقولون في أبيك ثم لا تلقمهم حجراً هل ذهبت الغيرة من نفسك؟ والله لقد وجدتني أتقلب بين الغيرة على أبي أن يأتي بالفعل القبيح فيستجلب على نفسه القول وبين الغيرة على أخينا وصاحبنا وسيدنا أبي بكر الصديق أن يناله ما ناله من أبي ظلماً وبهتاناً قد أغلظت أيها الصابة أبو قد فعلت ما فعلت لست فخوراً به ولا نادماً عليه وقد نصحت لقومي من قبل أن يذروا محمداً وما يذعو إليه فإن أصابه العرب فقد كفونا إياه وإن ظهر عليهم فعزه عزنا ولم يسمعوا نصحي وإنما أنا رجل من قومي حتى إن كانوا على ضلالة الضلالة عندي مفارقة الجماعة كما يضل البعير عن قطيعه وأنت أنت يا أبا حذيفة قد ضللت عن نادي أبيك وكان حقاً علي أن أصنع بك ما صنعه غير بأبنائهم الذين فارقوا دين آبائهم حبسوهم وجوعوهم وضربوهم وليتك فعلت ولكني ظننت بك حتى عجرني القوم وسمعت فيك ما أكره أبو جال خاب قوم اتبعوه والآن تريد أن تحكم في أبيك الله يحكم بيننا فيما نختصم فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله لماذا تتكلف لنا هذا ابن الوليد؟ لا أدري للرحم ربما لم يمنع الرحم أخانا أبا الحكم من أن يفعل بنا ما ترى اشتركوا في القناة لأني أشفقت عليهما للرحم التي بيننا فقط داعي الاشفاق فما غيره لا تكون أشفق عليهما من أخيهما أبو الحكم ولكنهم يطعمهما ويسقيهما ما يبقي عليهما فقط ويطيل عذابهما ولما تقحم نفسك بينهم شأنه وشأنهما كف عني يا خالد ليس لك علي أمر أبو نحي لقد أسأت أيها الوليد أسأت حيث أردت أن تحسن فالمعروف في غير أهله غرر وحاتان رجلان فرق ديننا لكنهما لم ينفكا من قومنا ما هكذا يريان لنفسيهما إذا سألهما سائل انتسب إلى المسلمين وكفى يقولان ما يقول أصحاب محمد لقد أدلنا الله بأنساب الجاهلية نسب الإسلام إنهم يتبرعون من آبائهم وإخوانهم وعشيرتهم الذين يخالفون دينهم ويقدمون عليهم أمثال سهيب وبلال وسلم يقولون أولئك إخواتنا من دون الناس يا أبتي إنهم لا يتبرعون من أهلهم وعشيرتهم إنما يتبرعون من دينهم وعملهم يضعون عصبية الجاهلية ويعلون سلة الرحم إنك لا تقول بقولهم الجاهلية إنما أنقل عنهم بألفاظهم ومعانيهم بلى يعلون سلة الرحم بالحق ولا إن بدأوا بعشائرهم في الدعوة إلى دينهم فلأنهم أولى بالبر أما حمية الجاهلية وقول الشعر وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي نعم تلك في دينهم جهالة إنما يكون الاجتماع على الحق والعدل وقد سمعت بعضهم يقول أمرنا الرسول أن ننصر أخانا ظالما أو مظلومة وأما نصر المظلوم فمعلوم وأما نصر الظالم فكفه عن الظلم والآن أجيبوني يا أصحاب العقول أيهما خير هذا أم ذاك هذا كله مما سمعت من سلمة وعياش فوالله ما اختلف لسانك عن لسانهم وأخشى أن تشابه الألسنة وراءه تشابه القلوب هل أسلمت أيها الوليد؟ ما أسلمت ولكنني عدلت أعجبني الرأي والخلق وميزان العدل والفضل أما الغيب والجنة والنار فما زال في النفس حاجة منها فأحرز على أن تبقى هذه الحاجة والآن اذهب إلى أبي الحكم وأعتذر منه أعتذر أني أطعمت أخوي وكنت أشفق عليهما منه لا والله لا أفعل لا والله لا أفعل دعوه يا خالد لا تزده عنادا في أزداد جنوحا إلى صاحبي موسيقى عبد الله ما أخرجك الساعة إلى هذا المكان وحدك وقد جن الليل مخرجك أنت ضاق صدري فأحببت أن أجلوه بالنظر إلى السماء والنجوم إذن أخرجني الذي أخرجك مهموم ما أهمك هل يعيش الرجل بقلبين يا عمر واحد لنفسه والآخر لغيره هل نطيع أباءنا ونعصي أفئدتنا ويلك أهو الإسلام يراودك إن كان الإسلام هو ما يراود فؤادك فأطعته وجهرت به وتحملت له المغار فأنت خصمي الجدير بإعجابي وتعظيمي أما إن جبنت وأثرت السلامة على غير ما تعتقده فأنت حليفي الجدير باحتقاري له وازدرعي فلا أدري كيف أنصحك بلى قد نصحتني يا ابن الخطاب موسيقى نشدك الله يا عبدالله ليس الآن بما تتسرن عبدالله ما الأمر هل يصرك يا أبتي أن يكون ولدك إمعة ذا وجهين؟ لا والات والعزة أي صرك أن يكون جبانا رعديدا يخفي في نفسه غير الذي يبدي؟ لا والات والعزة أيهما خير عندك؟ خصم كريم شجاع ذو مرؤة أم تابع دنيء جبان لا مرؤة له؟ بل الأول وخير منهما الحليف الشجاع ذو المرؤة لكن ماذا عقيل السؤال؟ إذن اعلم يا أبتي أني قد أسلمت واتبعت محمدا وكفرت بالله والعزة وقد فعلتها يا عبدالله أيها الصعب قد تبرأت منك فلست ولني أخرب أبا جدر إن كنت إن كنت تبرأت منه فما تبرأت منه إنه أخي وأنت هل غرك وأدخلك في دينه؟ لم تجب أنا قلت يا أبتي هل دخلت في دينه كما دخل بطوع الإرادة بدلا من قولك هل غرك وأدخلك كأمي إمعة لا رأي لي فإن كنت كذلك فأولى أن أطيع أبي الأولى أن تطيع أباك أطيعه أو أطيعك فإن نفسي نعم أين نفسك؟ لم أسلم بعد كيف قلت؟ ليس بعد؟ أينا يحلف على المستقبل يا أبتي ومن يدري لعلك أنت تبدل رأيك يوما وتسلم فلا تقل اليوم ما تندم عليه غدا أنا لو أبدل ولو أبدلت قريشا كلها ولو لم يكن معي غير جريد النقل لناجزت به محمدا وأصحابه وذببت عن ديني وآلهك عمت الصباحا يا أبا الوليد عمت الصباحا يا عمر ما يعجلك؟ هل بلغ كأن محمدا أذن لمن شاء من أصحابه بالهجرة إلى الحبشة؟ ماذا يريد بذلك؟ ماذا يريد بذلك؟ ألا تملينا يا مرأة؟ كم مرة قلت لك؟ نعم حتى تنال حريتك ولكن ألم أخطر أنا في بالك يا وحشي؟ ماذا عني ها؟ هب أنك لم تنال حريتك إلا بعد عشر سنين عشرين سنة كيف يكون حالي عندئذ؟ بل هب أنك نلتها بعد سنة ماذا عني أنا؟ هل سيعطقني سيدي كرامة لك؟ لكل حادث حديث كل ما أعرفه الآن أن من لا يملك نفسه لا يستطيع أن يمنحها لغيره أما أنا فتكفيني أنت على أي حال تكون هنا يا وحشي هنا مكان لا يملكه إلا حامله يفعل به ما يشاء يحب من يشاء ويكره من يشاء وما يشاء انظر إليك أليس بهذا القلب تكره عبوديتك؟ هل استأذنت سيدك فيه؟ إن كنت تملك أن تكره بقلبك ما أنت فيه فإنك تملك أن تحب به من تشاء هذا ما أدركه بلال وأخطأته أنت لا تذكري عندي ترجمة نانسي قنقر إن كان كما يقال لم يهن على محمد ما يصيب أصحابه والمستضعفين من البلاء وهو في عافية من منع بني هاشم الله فأذن لمن شاء بهذه الهجرة فما يحملك أنت عليها وأبوك سيد قومه وقد منعك من النهاس البلاء يا أبتي أن أرى أصحابي يعذبون ولا أستطيع أن أدفع عنهم والبلاء يا أبتي أن نجاوركم ثم ننكركم وتنكرونها فنحن فيكم ولسنا فيكم والبلاء يا أبتي أن أرى أبي يحترق في النار ولا أملك أن أنقذه منها ثم إني لا أريد أن أحرجك في قومك يعيرونك بي أنك تمنعني لأن عيروني بك مقيما فلربما عيروني برحيلك كيف ذاك؟ يقولون هذا عتبة بن ربيعة سيد قومه عجز أن يحفظ ولده فتركه يهلك في أرض مرضيعة وهوان بل ضار صدق كما وصفها رسول الله وملك لا يضم عنده أحد أوقال ذلك في الحبش والنجاشي؟ ورسمنا محمد أبنائنا نعم قاسمنا أبنائنا وقسم قلوبنا معهم نشفق عليهم بنصف ونغاضبهم بنصف إن اختاروا فراقنا فإنه والله أحب إلينا وكما قيل إلى حيث ألقت رحلها أم خشعمي ولو وددت أن لا يبقى منهم أحد في جوارنا فيكفون تعذيبهم أو عارهم ولا يفتنوا من أقام على ديننا وهل أغيض لنا من أن نراهم يعفرون وجوههم بالصلاة بين أظهرنا بل يرحلوا إلى أرض الحبشة فواللات لا يذهبون إلا لمهلكهم وهم لا يشعرون وكيف ذاك يا أبا الحكم؟ إن ملك الحبشة وأهلها على غير دين محمد وإن لهم كتابا وبيعا وبطاركة فإن كنا نحن لا نصبر على دين هؤلاء وهم أرحامنا فهل تصبر الحبشة عليهم؟ لا 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 تصبر ويصرك يا أبا الحكم أن يهلك بنو قومك بيد الغريب البعيد أما والله لئن وقع هذا لنعيرن بهم حتى آخر الظهر فلا عارع على الرجل يقتله قومه إنما الغار أن يقتله الغريب وإن فارقوا ديننا وإن كان نحن أولى بخيرهم أو شرهم ما سمعناك تتكلم كعادتك؟ ليس عندي ما أقوله ما عهدناك هكذا؟ وهل عهدت حالا كهذا الحال؟ أصح ما يقال فينا أننا نعلم ما لا نريد؟ أما محمد فيبادر ثم يتركن حائرين نختصم في الرأي نعرف أننا لا نريد دين محمد ولكن نجهل كيف نصنع زدنا في الطهاد قومنا فزاد عددهم وصمد ضعيفهم وخار قوينا نمنعهم من الهجرة إلى أرض الحبشة كيف وليس حب إلينا من فراقهم لا نمنعهم؟ إذن تعطف عليهم العرب وتعيرنا بهم نرجو أن يهلكوا في أرض الحبشة إذن يقول الناس فرطوا بأفلاد أكبادهم وتركوهم يقتلون في دار مضيعة وهوان نرجو أن يحسن عليهم النجاشي؟ إذن قالت العرب أفزعوا أبناءهم وأمنهم الغريب والعمر لأن أمنوا هناك فقد خرجوا بدينهم إلى الأمان ليدعون إليه حتى يعم ذكره العرب وغير العرب وكان قبل هذا في قريش في هذه القرية بين هذين الأخشبين والتي ما بعثهم محمد إلا لهذا أصبت يا عمر فإن أمنوا هناك وزادوا كانوا لدعوته ذخرا محفوظا وإن ناجزناه هنا أو ناجزه العرب فأصبنا من أصحابه سلم مهاجرة الحبشة فكانوا له درءا ومضت بهم دعوته كما يدخر قائد الجيش الحصيف جزءا من جيشه يحتاط بهم من خلفه حتى إذا أرهقه العدو من الأمام دعا أولئك وهم في عافية هو ذاك أرأيتم الآن كيف ينظر محمد إلى البعيد ويدبر وفاقه وينظر قومنا إلى ما بين أقدامهم ثم لا يحيرون رأيه ما أدري ما تقولون كل هذا في هجرة هؤلاء وما علمنا أنهم يهاجرون إلا فرارا من الأذى فوالتي ما زدتم على أن أعظمتم رأي محمد وصغرتم رأي أبائكم نصف النص أن تعرف خصمك أحسن مما تعرف نفسك بلال إنما أصحاب من آمن بالله ورسوله قد نفعك إيمانك يا بلال منذ اللحظة التي آمنت بها ما شعور الحر يا بلال لا يدرك حلاوة الإيمان إلا من ذاقه ما هذا عنيت؟ ولكنه ما عنيت شعوري الآن شعوري ساعة أسلمت إنه يبدأ وهم يوحشي ثم ينتهي إلى جوارح إنه شيء تختاره بنفسك تصنعه أنت ولا يعطيكه أحد ما أخرجك الساعة هنا وليس بيدك عمل أدعي إلى الله من ألقى وصرت تدعو العرب إلى دينك ألا تكتفي بالسلامة منهم وقد صرت حرة؟ وكيف أحمد الله على ما هداني وأحسن إلي إلا ما أطلب لغيري ما صرت إليه من الخير بلال هذه لجرة إلى الحبشة أرض أجدادي وأجدادك لا لست مهاجرا إليها ويحك يهاجر العرب وأنت الحبشي تمكث هنا لا لا أحسبك تفهم يوما إن قومي هنا هنا يا وحشي قد جعنا للإسلام واحدا منهم ديني دينهم ولساني لسانهم وهمي همهم وغاية غايتهم هنا أحيا وهنا أموت ولأن جاءت الحبشة لتغزو أرض الحرم والعرب والمسلمين لا أقاتل أنهم مع إخواني قتالا لم يشهدوا مثلا لعله كما قلت لن أفهم هذا أبدا أو قد عزم ولما يفعل ولم أضربه ولم أحبزه ليتني حبسته وإذن ما كان استطاع الرحيل فليذهب إلى حيث شاء ما عدا يهمني إن ابتلعه البحر أو تخطفته جواره السماء عبد الله حقا تريدوا أن تقطع الصحراء على قدميك؟ توعدت مع بعض إخواني عند بئر بني عامر ويعقبني أحدهم على بعيره خذ هذا لاحجت لي به لا تكابر وأنت كيف تعود؟ لست ضعيفا لهذا الحد ولم تخرج بعد من حمامك؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف تجدون مقامكم في بلادنا؟ وجدناها كما وصفها رسول الله أرض صدق وملكا لا يضام عنده أحد أهكذا قال؟ نعم والله فوالله لا أخيب ظنخ ما ينقص عنكم شيء إلا أذنتموني وبابي مفتوح لكم جماعة أو فرادة ما نقص عنه شيء أيها الملك إلا الشوق إلى مكة أيها الملك أبعد الذي لقيتم فيها؟ وطن المرء عزيز عليه أيها الملك ولقد كان أحب إلينا أن يؤمن قومنا أو يذرون وما نحن عليه ونبقى فيهم فإنما بعث رسول الله بلسانهم ولا والله ما يحب شيئا أكثر من هداهم وهم يصدون ذلك شأن الرسل يغالب أحدهم قومه ويغالبونه فإن غلبهم فازوا وإن غلبوه خسروا خسران عظيمة ما أحسن ما قلت أيها الملك ليتنا نستطيع أن نصنع لكم شيئا يهون عليكم حسرة الفراق ولكن الصبر معكم ولد عطبة كما علمت وتعرف عطبة أيها الملك أزال تجاركم يفدون علينا فيبيعون ويبتعون وقد يدخلوا علي بعضهم أعرف عبا سفيان والعاص بن وائل وابنه عمر بن العاص ذاك شاب ذكي فطن ذرعي وقد أحببته وعنشت به ووددت لو يقيم معي فما فعل الآن يا أبا الحكم الآن يا أبا علي الآن يا أبا عبد شمس الآن يا معشر قريش عرفتم خطأ رأيكم في مهاجرة الحبشة أما والله قد نصحت لكم لا تشتد علينا يا أبا الوليد فما ظننا أن يحسن ملك الحبشة وفادتهم قلنا ما يلبثون أن يرجعوا إلينا وقد ضاقت بهم الأرض أردتم شيئا ووجدتم غيره إلى أي جهة تنظرون ترون ما يغيظكم وأنتم أهل تجارة لا زراع لكم ولقد كنتم إذا أسلم الرجل منكم تضيقون عليه بالبيع تقولون لا نبيعك حتى ترجع عن دينك أو تجوع والآن يوشك أن ينقلب الأمر عليكم فكيف بكم إذا أصبحتم وقد فرغت مكة من شطر كبير من أهلها كانوا يشترون منكم ما أحسن هذا كنتم تضيقون عليهم بالبيع وما هي حتى يضيق عليكم بالشراء وأشد من ذلك أن لنا في الحبشة تجارة عظيمة وأخشى ما أخشى أن يميل ملك الحبشة إليهم ويحردوه علينا فإن تذهب تجارتنا هناك عندئذ ما قعودنا نتلاوم أفلا نرى رأيا؟ لا أرى لكم إلا أن تخففوهنا الآذى عن أصحاب محمد ثم إذا ذهبت تجارتنا هناك في أرض الحبشة طمأنهم بعضنا بكلام يرضيهم منا ويشجعهم على الرجوع